اتهمات والتهمات مجرد اتهمات مرسلة ايه اهم التهمة اللي كانت مشاور عايزة والمرسلة لك كان في اتهمات اتهمات يوم هما اربع قضايا اساسية كان فيها اتهمات الاتهام طبعا الذي اقام الدنيا واقعدها ثم لم يقعدها هو الاتهام بتصدير الغاز لاسرائيل اللي كان بالضبط منسوب لحسين سالم انه اللي بعتباره كان رئيس مجلس ادارة شركة البحر ووسط الغاز اللي كانت الوسيط في الصفقة بين مصر وبين اسرائيل وان الغاز المصري بيع بسعر العقد بسعر متدني للغاية وترتب عليه اضرار او اضرار جسيمة بالمال العام المصري وتربح احسين سالم بطريقة غير مشروعة من ذلك واللي حصل انه هذه القضية انتهت في النهاية الى براءة طبعا هو كان محكم عليه غيابيا باعتباره ما كانش حاضر الحكم الغيابي بيصدر على طول لمن لم يحضر المحاكمة لان الحضور وجوبي في جنايات وكانت فيه احكام على الاخرين ثم نقض هذا الحب لان تقرير لجنة الخبراء اللي هو اقيم عليه الاتهام التي شكلتها النيابة العامة انا ذاك ثبت انه هو تقرير غير صحيح بالمرة ولم يراعي وصول العلمية وده اللي قالتهم احكامه بس فيه احكام صدرت من القضاء فبالتأكيد احنا بالشكل ده اه احنا بالشكل ده مش امام اتهامات مرساة اتهيات تظلوا اتهامات تظلوا اتهامات بيه احكام احنا وصولوا الى احكام ده اكداءا حتى يا فندم من مجلس الدولة المحكمة القضاء الاداري وبعد كده الادارية العليا لما حكموا في الغاز وقت مبارك حتى قبل التفضل احكام صدرت كمال حينما تقضي محكمة النقد بإلغاء الحكم لان التقرير الذي اسس عليه إلغاء تلك الاحكام الذي اسس عليه الاتهامات وحيل المتهمون بنعد قضاء واعلى سلطة قضائية في الدولة او اعلى محكمة في الدولة وان تقرير لجنة الخبراء لا يساوي الحبر الذي كتب عليه وتضمن معلومات خاطئة ده كلام القضاء مش كلامي أنا وتأمر حكمة النقد او تقول هي بتحاكم حكم بتحاكم حكم وتقول كان يجب على محكمة الموضوع ان تلجأ الى المتخصصين في هذا المجال لان واضح ان اللجنة لم تكن متخصصة ووضعت حتى عايز اقول وضعت معلومات غير صحيحة يعني اتت بمسندات وتكرتها على خلاف الحقيقة في هوجة ده الحكم قال صدر هذا الحكم الحكم الاخير بقى حكم الاخير في وقت لم يكن احد يجرؤ ان يقول عكس ما اتهم به حسين سالم كان في هوجة او في خضم الثورة الحكم قال كده انه في وقت لم يكن احد يجرؤ على القول بان الصفقة دي مشروعة فعادت القضية وبناء على طلب محكمة النقر بس برضو ممكن يردوا هنا ان في عز مبارك وانا اقول حضرتك في عز عصر مبارك القضية